وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 446 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 127 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 35 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 73 طن أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط أكثر من 115.5 أطنان أقماح محلية